موسيقى وزير الخارجية الاعتراف بفلسطين حالياً لن يأتي بنتيجة وزير الداخلية من الممكن تعليق طلبات لجوء السوريين نهائياً النمسا تتخذ خطوات لضمان الشفافية في أسعار المواد الغذائية العنصرية المعادية للمسلمين في أعلى مستوياتها منذ 2015 دراسة تظهر أسباب انقطاع الطلاب عن إكمال دراستهم الجامعية خبراء يكشفون أسباب اختيار المهاجرين لأحياء في فيينا مرحباً بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم قال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ من بروكسل يجب علينا التحدث مع الجميع في الشرق الأوسط مضيفاً نريد أن تأخذ الدبلوماسية دورها ووقفاً لإطلاق النار وتحرير الرهائن وأضاف شالنبرغ أن إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح والمعروفة باسم يوبام ستستغرق بعض الوقت وفيما يخص العلاقة الوثيقة بين النمسا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو أوضح شالنبرغ أن إسرائيل هي الديمقراطية التعددية الوحيدة في المنطقة مؤكداً على أهمية التواصل مع العالم العربي وأن الاعتراف بدولة فلسطين الآن لن يؤدي إلى أي نتائج قال وزير الداخلي النمساوي جارارد كارنر أن المعيار الأهم في التعامل مع الهجرة غير الشرعية هو ضبط عدد العابرين للحدود وطالب كارنر بإجراءات مماثلة على مستوى أوروبا للمواجهة التحديات على الحدود وأشار كارنر إلى أن النمسا تعمل على تقليل طلبات لم الشمل وأوضح أنه حان الوقت للتفكير في طلبات لجوء السوريين لأن بعض المناطق والأسيما دمشق باتت آمنة لدرجة أن بعضهم يذهبون إليها لقضاء عطلة الصيف وعليه بات من المشروع والصحيح الحديث عن الترحيل وهناك دول مثل قبرص قامت بتعليق طلبات لجوء السوريين أعلن وزير الاقتصاد والعمل النمساوي مارتن كوخر عن خطط حكومية لتطوير قوانين العمل وتعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل وأشار كوخر إلى تسهيل منح الإقامة للعمالة الماهرة خاصة من أوكرانيا ولمكافحة ارتفاع الأسعار سيتم إلزام محلات السوبرماركت الكبيرة بجعل أسعارها متاحة على منصات المقارنة عبر الإنترنت وتضمنت الخطط الحكومية تعديلات قانونية تعترف بالعمل عن بعد كجزء أساسي من قوانين العمل ومن المقرر مناقشة هذه التعديلات في البرلمان الشهر المقبل سجل مركز توثيق الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين الخاص في النمسا 1522 حالة اعتداء عنصري ضد المسلمين في العام 2023 وهو أعلى رقم منذ بدء التوثيق في 2015 وشهدت الفترة من أكتوبر الزيادة الأكبر عقب تصاعد العنف في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل وكانت المدارس بؤرة للتنمر حيث أبلغ أولياء الأمور والطلاب والمعلمون عن زيادة في الحوادث وشهد المركز زيادة ملحوظة في عدد الحالات الموثقة عبر الإنترنت وتعرضت النساء لأكثر من نصفها وحذر المركز من أن العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإحصاء النمساوية أن دراسة القانون هي الأكثر عرضة للانقطاع في الجامعات النمساوية بينما يعد الطب الأقل عرضة لذلك وأكمل 86% من طلاب الطب دراستهم بنجاح بعد 10 سنوات وفي دراسة القانون أكمل 33% دراستهم وفي المقابل أكمل 41% من طلاب العلوم الطبيعية و73% من طلاب الفنون دراستهم بنجاح وتعز أسباب الانقطاع إلى صعوبة المواد وفقدان الاهتمام والمشاكل الشخصية وأشارت الدراسة إلى أن الأداء الجيد في الثانوية يزيد من الفرص أجاب علماء من مركز كومبليكس ساينس هوب في فيينا عن العوامل التي تحدد وجهة المهاجرين بعد مغادرة بلدانهم الأصلية وذلك باستخدام نموذج رياضي ويعتمد النموذج على عدد المهاجرين الموجودين في كل حي ووجد أن الناس غالبا يسكنون في المناطق التي بها أفراد من نفس البلد وحلل الفريق بيانات من عام 2022 شملت مليون ونصف شخص ولدوا خارج النمسا وركز على الأوكرانيين والألمان والسوريين والصرب وبيّنت أن الأوكرانيون يفضلون الأحياء الثاني والثالثة والعاشر أما الألمان الحي الثاني والثالث أما بالنسبة للسوريين والصرب فكان الحي العاشر والواحد والعشرين هما المفضلان في الغالب كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة